طيب خلينا كمان نيجي نقول ان يمكن بعد انتهاء المرحلة الاولى والتانية من انتخابات البرلمان وطبعا المؤشرات كلها يمكن بتؤكد ان سعود ده الطيار الاسلامي في البرلمان اللي جاي ان شاء الله مع ان برضو في حاجات ايجابية لان في وجوه جديدة هتدخل البرلمان زي وليبراليين زي دكتور عمر حمزاوي ومصطفى النجار دكتور عمر الشبكي فان شاء الله يكون عندنا حتى لو كان فيه الطيار ده ففيه طيار هيحاول يعمل حاجة بس عايز اعرف رؤية المصريين في الخارج بالنسبة للبرلمان فيه مصريين كتير طبعا زي ما ساتك عارفة 65% من المصريين في الخارج اللي هما كان لهم الحق في الانتخابات انتخبوا اسلاميين سواء اخوان او سلفيين تقريبا نفس النسبة اللي موجودة في الداخل حوالي 65% دول يعني متوخيين خير بالنسبة للاسلاميين ولكن برضو فيه مجموعة كبيرة وده طبعا بالنسبة للبرلمان البرلمان حاجة ورئاسة الجمهورية حاجة تانية رئاسة الجمهورية دي شغلانة تانية قصة تانية بقى عايزالها بقى برنامجين من بتوعك الحلوين ده فاحنا النهاردة بنفكر في الرئاسة طيب فيه ناس خايفة من الاسلاميين ليه لان فيه مشكلة عندنا في الخارج اسمها الاسلاموفوبيا من سنة 2001 للنهاردة من 11 سبتمبر من 11 سبتمبر اللي حصل عمل رعب للغرب ده صحيح وحكاية الغرب دي بتنعكس علينا طبعا لان ما فيش اصل فيه ناس ييجي يقولك احنا ملناش دخل بالغرب احنا مصر انتي البلد العالم ده كله بقى قرية صغيرة زي ما بيقوله وانتي لو ما قدرتش ان انتي تتعاملي وتتلحمي مع جيرانك ومع العالم الخارجي يعمل كيش لازمة فده اللي احنا يعني او ناس كتير جدا خايفة من موضوع الاسلاميين فاحنا جايين نقابلهم برضا احنا جايين نقابل بعض من القيادات الفاضلة منهم هنقعد معاهم وهنسألهم برضو الاسئلة البسيطة الظريفة اللي هي مش عارف ايه لما لبسة الميويه يبقى ايه ولا هنعمل ايه في الخمرة الكلام ده كل ما مش هنسأل كل ده كلام فارغ يعني كل ده كلام في الكزوزة زي ما بيقول محمد صبحي لا احنا جايين نتكلم سياسة ده انت دلوقتي داخل برلمان وهتقف في البرلمان واحنا بنطالب بحاجات ايه الحاجات اللي انت هتطالب بيها ايه موضوع سينة ايه موضوع المعاهدات بتاعتنا في الخارج ايه موضوع السياحة السياحة يعني تعبانة ومتبهدلة هتقدر ترفعها ازاي فيه كلام كبير كلام سياسي كبير جدا جدا احنا جايين له التلات ايام اللي جايين دولان احنا جايين اربعة ايام ان شاء الله هنقابل يعني مجموعات ضخمة جدا من الناس المسؤولين في الدولة يعني بنتمنى يا فاندم ان شاء الله طب عايزة عرفها كان اتحاد المصريين المقامين باوروبا كان خضع لسيادة الحكومة المصرية لا عمره عمره لا لا ما اصله كلمة اتحاد دي او جمعية اهلية دي غير حكومية انا بس يعني بأكد على هذا لا لا تخضع لحجوم الحكومة ولا هنا ولا هناك مع ان احنا عندنا مشكلة في دي خد بالك كل الجمعيات الاهلية الخيرية الغير حكومية خد بالك كلمة غير حكومية حط تحتها 42 خط كل الجمعيات الاهلية الخيرية الغير حكومية اللي هو المجتمع المدني داخل مصر بيخضع للحكومة بيخضع للوزارة التضامن الاجتماعي ازاي كلام ده ازاي انت اسمك غير حكومي ن جي او وتكون خضع لسيادة حكومة وتبقى خضع لسيادة حكومة ما ينفعش لازم تبقى خضع لسيادة هيئة عليا لرعاية الجمعيات الاهلية ملهاش دخل بالحكومة يجي يقولك ما انت شايف بيعملوا ايه وبيسرقهم والتمويل وواي الاخر ما انت ملكيش دخلي بها كحكومة خلي جمعية اهلية مسئولة عن الكلام ده وخلي يبقى فيه لينك بينهم او وصلة بينهم وبين الضرائب انا بالنسبة لي قصة كمان الحكومات الجمعيات الاهلية انا اسفة عاملة زي يعني من نوع الناس ممكن تضغط على الحكومة عشان توصل لحاجة معينة بس هي مش سياسية لا برضو برضو في حتة خلط بسيط هنا الجمعية اهلية الخيرية حاجة من اتنين يا اما جمعيات يا اما جمعيات بتدي خدمات بيسموها جمعيات خدمية او جمعيات غير خدمية دي التأسيمة 98% من الجمعيات في جميع انحاء العالم بتبقى خدمية يعني تخدم المواطن على ارض الواقع تدفن موتانة تجوز بناتنا تطلع رحلات حج وعمرة اتنين في المية منهم بس اللي هما بيسموهم لوبي او جماعات ضغط اللي هما لهم نواحي سياسية اتحاد المصريين في اوروبا هو جماعات الضغط ده ولذلك بيبقوا مكروهين من بلادهم وخاصة اذا كانت بلادهم من العالم التالت يعني مثلا احنا كان عندنا قصص مع الوزيرة بتاعتنا السابقة المشاكل اللي كانت فيها لما خربت الدنيا وإلى آخره فاحنا برضو بنتمنى ان الوزارة الجديدة من نهاردة تفاهمنا وتقول لنا وزارة الهجرة دي اللي عندوك دي وزارة القوى العاملة والهجرة انتوا هتعملوا ايه فيها هل هتفعلوا وزارة الهجرة ولا لا ليه لان احنا عايزين لنا كبير احنا عايزين كبير من اي حت يا اما وزارة الخارجية يبقى الكبير بتاعنا يا اما وزارة الهجرة تبقى الكبير بتاعنا او تجيبولنا هيئة عليا لرعاية المصريين في الخارج واحنا نسميها الكبير بتاعنا اللي ما عندوش كبير بيعمل ايه بيشتري له كبير طيب خلينا حدريك زي ما قلت في البداية حدريك جاي تزور يمكن اكتر من مرشح كمان للرياسة بس عايز اعرف من وجهة نظر حضرتك تفتلك المصريين في الخارج هيدو صوتهم لمين من المرشحين المحتملين للرياسة محدش يقدر يجاوب على هذا السؤال سواء مصري من الداخل او مصري من الخارج بالمناسبة احنا قابلنا او انا شخصيا برضو بالنيابة عن الاتحاد انا قابلت مجموعة كبيرة من المرشحين قبل كده ولكن النهاردة احنا جايين بوضع مختلف طب خلينا اقول ايه موصفات الرئيس اللي بيتمنى الممصريين في الخارج انه هو يطلع احنا دلوقت مصر دي انا بشوفها بحلم بها وانا نايم زي اوتوبيس واحنا ركبين فيه ونازل ترعة انا عايز رئيس الجمهورية اللي بيجيلي بالبلد كده انه هو يجيب الحبل عارفة الحبل ده ويشد ويحاول يطلع الاوتوبيس دوت لانه لو ما طلعوش هننزل الترعة مطلوب زعيم قوي يقدر يعني يقدر يحط السلطات ولذلك اللي ييجي يقولك ايه احنا عايزين مش عارف دولة برلمانية مش وقتها الدول البرلمانية ما تجيش في الوحل اللي احنا فيه ده لا هاتلنا واحد ما تأخذنيش في الكلمة ذكر ايوه اه اه راجل كده معلم ويجي يقف ويقول لنا هنعمل كذا ونسوي كذا فلان اتقتل انت عندك 18 واحد شهيد راح عندك امهات ده نقولك على اخر يعني اخر فاصل 18 واحد انت عندك 18 ام فقدت ابنائها حد وقف معهم حد من الحكومة حد من المجلس العسكري قعد معهم وطبطب عليهم وصالحهم وبس دماغهم وقال لهم احنا متأذفين بالعكس الناس بتطلع وتقولك ايه دول بلطجية يا اخي يا اخي الصغفر الله العظيم الراجل الراجل عنده 20 سنة كان طالب في الطب احنا عايزين بقى معلم بقى يطلع ويقول لده اعمل كذا ولده اعمل كذا خد ما تستقيم الامور وبعد كده بقى اعملوها بقى برلمانية اعملوها نيابية اعملوها بقى زي ما تعملوها دكتور عصام عبدالصامت رئيس اتحاد المصريين في اوروبا شرفني جدا فانا كنت قاعدة مع حضرتك وبشكرك جدا جدا ونتمنى ان شاء الله يكون لنا اللقاءات تانية ويكون احوال المصريين في الخارج احسن من كده مئة الف مرة لان في الاخر زي ما قلت في البداية المصريين مصريين في اي حتة في العالم يعني مفيش فرق ما بين مصري هنا ومصري عايش برا شكرا شكرا بننتقل الفصل ونكمل باقي فقرات نهارك سعيد مع شريف موية